قربت حلقات مسلسل اختيار ثلاثة اخلص وطبعا طول الفترة اللي فاتت شفنا كمية المؤامرات والازمات والخيانة والتخوين اللي عملتها الجماعة في مصر خلال سنة سيطروا فيها على الحكم وحلقة النهاردة والسقط احداث كتيرة حصلت شفنا ازاي تمرت بدأت تجمع توقيع افراد الشعب علشان الاخوان يمشوا وشفنا ازاي الاخوان بتسيطر على سينة بالارهاب والتطرف وسط رفض وغضب من اهالي سينة بس اللي ظهر بالصوت والصورة والتوصيق كلمة لوزير الدفاع وقتها الفريق عبدالفتاح السيسي سابت علامة في قلوب كل مصري وقتها والحد النهاردة والكلمة دي بيينت جدا ضعف موقف الجماعة بدأت الحلقة 22 من مسلسل اختيار الجزء الثالث باجتماع بين وزير الدفاع الفريق اول عبدالفتاح السيسي ومدير مكتبه اللواء عباس كامل اللي بيجسد شخصيته الفنان جمال سليمان بمكتبه بوزارة الدفاع وطبعا اللواء عباس اتكلم مع وزير الدفاع عن استمرار محاولات زرع الفتنة والوقيع بين الجيش والشعب وان لازم يكون فيه وقفة للاخوان وتصرفاتهم فرد السيسي وقال الشعب المصري لا يمكن يشك لحظة في نزاهة وشرف القوات المسلحة ولا يمكن يشك اننا ممكن نقف ضد مصلحة البلد دي ابدا واكد الفريق السيسي في الحلقة وقال من واجبنا نحمي كل مصري ولو ما قدرناش نعمل كده يبقى الروح نموت احسن احنا لازم نطمن كل مصري قاعد في بيته اننا مش هنسمح لاي حد انه يهدده او يروعه طول ما احنا عايشين كلام السيسي في مكتبه اكده بمسجه بفيديو حقيقي لكلمة له في احتفالية عيد تحرير سينا واللي قال فيها ما تقلقوش على بلدكم مصر ابدا ودي فرصة اقولكم ان المصريين لما ارادوا التغيير غيروا الدنيا كلها ولما جيش مصر نزل نزل حماكو وقعد 18 شهر ايدو ما تمدتش احنا قدينا تطقطع قبل ما تلمسكم طبعا كانت كلمات السيسي بتلمس قلب المصريين كلهم وبتطمنهم وسط القلق اللي حصل في البلد والازمات المستمرة والانفلات الامنة وكشفت الحلقة بعدها غيز وقلق خيرة الشاطر في مكتب الارشاد لما سامع كلمات السيسي في التلفزيون وقال وقال لمحمود عزت انه متضايق من كلمة السيسي ولما عزت قاله ان كلام السيسي ملوش علاقة بالاخوان ولا بالهجوم عليهم بالعكس بيطمن الشعب خيرة الشاطر قاله ان مشكلة كلمة السيسي هي مقارنته بالرئيس المعزول محمد مرسي في المناسبات الرسمية وغير الرسمية واللي كان لما بيطلع بيتكلم في اي مناسبة بيكون كلامه مش مفهوم وغير مرتب وقال الشاطر كلمتين كشفوا الوضع بصراحة المقارنة مش في صلاحنا وفعلا الشاطر واللي اكتشفنا الحلقة اللي فاتت انه هو رئيس الظل او الرئيس الفعلي لمصر وقتها وتقرير وزارة الدفاع بالوضع المتردي راح لمكتب الشاطر ومرسي معرفش عنه حاجة الشاطر بعت لمرسي احمد عبد العاطي حذره ويقوله مكتب الارشاد بيقولك بلاش ارتجال في كلامك في المناسبات الرسمية بس بعدها على طول شوفنا بيرتجل وبيقول كلام غير مفهوم عن انه مهندس فلزات وان الامح عايز مكانة تحصده وتدرسه والمكان عايزة بنزين طبعا كان واضح حالة التخبط في الرئاسة ومكتب الارشاد ومصر كلها وكان واضح ان الجيش المصري هو بس رومانت الميزان وهو حماية البلد وشعبها والحلقة وضحت ده بالصوت والصورة اشتركوا في القناة